اشتركوا في القناة اما عندما نقول الصحيحان فالصحيحان هما البخاري وصحيح مسلم وهما اعظم كتابين عند اهل السنة والجماعة بعد كتاب الله تبارك وتعالى وهي عبارة عن احاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قوله او فعله او تقريره وقد اجمعت الامة على قبول ما في الصحيحين اي ما في البخاري ومسلم واما بالنسبة للدين او عقيدتنا او اعمالنا من صلاة وصيام وزكاة هل نكتفي بالقرآن ام نحتاجه للسنة فلا شك ان السنة تأتي مؤكدة لما في كتاب الله تبارك وتعالى وتأتي مبينة شاريحة مفسرة وهذا هو الاصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي مضيفة تضيف احكاما لم تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى فمن قال انه يكتفى بالقرآن دون السنة فهو مكذب لقول الله تبارك وتعالى ما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو فهذا لم يأتي او لم يأخذ بما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله تبارك وتعالى اطيع الله واطيع الرسول والذي رد السنة لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك نص أهل العلم على ان من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال نكتفي بالقرآن فقط فإنه كافر بالله تبارك وتعالى من لابد ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اني اوتيت القرآن ومثله معه وهي السنة النبوية المطهرة وصفة الصلاة كمثال لا نحسنها الا من خلال السنة الله تبارك وتعالى قال اقيموا الصلاة ولم يقل لنا او لم يخبرنا كيف نقيم الصلاة ولم يحدد لنا اوقاتها ولا انواع الصلاة مغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر متى نصلي الظهر متى نصلي العصر كيف نصلي الظهر كيف نصلي العصر كم ركعة كل هذا ان من اخذه من السنة وهلا الذين يقولون لا نأخذوا الا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لا اعتقد انهم يصلون او انهم يخالفون ما يعتقلون او ما يقولون وكذا بالنسبة للزكاة وكذا بالنسبة للصيام والحج انما تأخذ هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل هذا يطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر